في تطور لافت في المشهد السياسي أعلنت أربع كتلة نيابية في البرلمان التونسي اتفاقها على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب الشعب راشد الغنوشي بسبب مقالة تمديه في خرق القانون الداخلي والإجراءات المنظمة لعمل المجلس والمثير للانتباه أن من بين الكتل المكونة لهذه الجبهة الكتلة الديمقراطية المؤلفة من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب الشركين الأساسيين في الاتلاف الحاكم الذي يضم حركة النهضة أيضا وقد أكدت مصادر من داخل هذه الكتلة أن هناك استياء واسع من الطريقة التي يسير بها الغنوشي المجلس وعدم اتخاذه لأي إجراءات لوضع حد لحالة الفوضى السائدة تحت قبة البرلمان هذا بالإضافة إلى تغليبه للمنطق الحزبي وانحيازه العلني لكتل على حساب أخرى ما يعطي الانتباع بأنه رئيس كتلة وليس رئيس مجلس نواب من جهة أخرى أوضح عدد من النواب الذين أعلنوا مساندتهم للشروع في إجراءات عز الغنوشي أن هذا التحرك لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي انطلقت جلساته يوم الأحد والذي من المتوقع أن يعلن قرار الحركة الرسمي والنهائي تجاه البقاء في الحكومة التي يترأسها إلياس الفخفاخ أو سحب ثقة منها على خلفية الأزمة السياسية داخل الاتلاف الحكومي والاتهامات بالفساد التي طالت الفخفاخ موقف يجد مساندة تامة من الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عابير موسي والتي تعتبر من أشد منتقيدين نهضة والتي فشلت كتلتها منذ أسابيع بتمرير مشروع قانون في البرلمان يصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هذا بالإضافة إلى دعواتها المتكررة للتحقيق في أنشطة النهضة وعلاقاتها مع أطراف أجنبية لتقويض استقرار تونس حسب تعبيرها وأمام هذه التطورات يرى البعض أن التهديد بسحب الثقة من الغنوشي ربما هو وسيلة ضغط على النهضة لعدم سحب ثقتها من الحكومة الحالية خاصة في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المقابل أعلن النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير أن التهديدات بسحب الثقة من رئيس البرلمان لا تتعدى مجرد التصريحات وأنها مناورة غير جدية مؤكدا أن الحركة تحصلت على نسخة من نص الاتفاق والذي قال أنه رديء ومليء بالأخطاء وأن هذه الكتل ليس لها الشجاعة الكافية للمضي قدما في هذه الخطوة وإن قامت بذلك سيكون هناك تبعات حسب تعبيره ترجمة نانسي قنقر